ركيزة أخرى مهمة جدا من ركائز العملية التعليمية وهي موضوع علم من العلوم التربوية المهم وهي الوسائل التعليمية أو تقنيات التعليم أو تكنولوجيا التعليم فما المقصود بالوسائل التعليمية؟ لنتخيل أن هذا سؤال في الاختبار مثلا ما المقصود بالوسائل التعليمية؟ الوسائل التعليمية هي كل الوسائل التي يستخدمها المعلم في إطار العملية التعليمية مهما كانت هذه الوسائل بسيطة أو متطورة فهي تدخل جميعها في الوسائل التعليمية وهي عائلة من المواد ومن التقنيات ومن التكنولوجيا المختلفة منها مثلا على سبيل المثال الوسائل السمعية ما هي الوسائل السمعية؟ هي مثلا التسجيلات الصوتية، البرامج الإذاعية، الأصوات الطبيعية، مكبرات الصوت، مختبرات اللغات وهذه الوسائل السمعية أيضا في تطور مستمر يمكن للمعلم أن يستخدم كذلك الوسائل البصري مثل ماذا الوسائل البصرية يستخدمها في الشرح؟ مثل المصورات، مثل الرسوم، المناظر الطبيعية، معارض الصور، الملسقات، الشرائح، المطبوعات، الجداول، التجارب العالم المعملية وهي أيضا في تطور مستمر الوسائل البصرية ولا نعلم ماذا ستقدم لنا التكنولوجيا في المستقبل في الوسائل البصرية الوسائل الشمية وهي من الوسائل الشائعة والوسائل التقليدي مثل عينات المواد الكيميائية، العطور، المواد الطبيعية ذات الرواح النفاذة وإلى غير ذلك من الوسائل التعليمية كذلك السواء للوسائل السمعوب بصرية أوديو، فيزيويل ما هي الوسائل السمعية البصرية؟ مثل التلفزيون، على أفلام سينمائية، تجيلات الفيديو، عروض الشراح المصحوبة بالصوت، برامج الحاسوب، ملفات الإنترنت، وغيرها الوسائل الضوقية، مثل المواد السكرية، المواد المالحة، المواد الحمضية، القلوية، وغيرها الوسائل اللمسية التي يمكن يعتمدها المعلم، مثل المواد الخشنة، المواد الناعمة، المواد الصلبة، المواد الرخوة، المواد الحارة، المواد الباردة، وغيرها كل هذه الوسائل تسمى بالوسائل التعليمية لماذا؟ لأن لها وظائف وأهمية وثوائد نراها الآن أول فائدة للوسائل التعليمية كونها تقتل رتابة الموقف التعليمي التقليدي وتثير اهتمام الطلاب وجميعنا نذكر كيف أن لما يكون لدينا وسيلة تعليمية جديدة كلنا ننتبه وخاصة تلك التجارب المعملية الطريفة وكل ما يقوم به معلم الكيميا مثلا أو الفيزياء أو معلم الإحياء بكل تلك التجارب أمامنا فهذا مهم ويقتل الرتابة كذلك تسهم في حل بعض المشكلات العلمية والتعليمية عند من؟ عند ضعاف مثلا السمع أو البصر أو حتى حل مشكلة كثرة إعداد المتعليمي أو أعداد المتعليمي لما يواجه المعلم كثرة في أعداد المتعليمين فإن هذه الوسائل قد تسحت مثلا وسيلة عرض كبيرة أمام الجميع قد تكون بالمئات ويعرض أمامها الموضوع التعليمي ويستفيد الجميع كذلك كون هذه المواد تثبت وترسخ أثار التعليم وأثار المواد في ذهن وذاكرة المتعلم لأن الناس أو البشر أو المتعلمين وكنا قبل قليل تحدثنا عن الاختلافات الفردية بين المتعلمين لكل فرد ذاكرة فالبعض لديهم ذاكرة بصرية قوية والبعض لديهم ذاكرة سمعية قوية والبعض لديهم ذاكرة حسية والبعض لديهم ذاكرة لغوية فهذه الوسائل التعليمية تخدم هذا التنوع في هذه الذاكرة فمن كانت له ذاكرة بصرية إذن توفر له أسلوب ترسيخ آثار التعلم بصريا ومن كانت له ذاكرة سمعية إذن توفر له فهي تخدم هذا التنوع كذلك الوسائل التعليمية تتغلب كما قلنا قبل قليل على مشكلة الفروق الفردية وتتناسب مع فكرة الذكاءات المتعددة هذا مهم جدا فكرة الذكاءات المتعددة لهوارد جاردنر عالم نفس الأمريكا ولكن تطورت الآن نتحدث عن تطور تعليمي وطربوي لفكرة الذكاءات المتعددة الوسائل التعليمية تخدم التنوع والتعدد لأنها تستجيب إلى أضواق مختلفة أو إلى مستويات مختلفة لدى الطلاب تقوم بالنمذجة للظواهر الكونية الكبيرة الكرة الأرضية التي تقريبا لم يخلو مكتب معلم منها بتلك الألوان الجميلة والخريطة وكذا أو المجسم للمجرة الشمسية وحركة الكواكب حولها هذا المجسم أيضا الذي نجده في صور كبيرة أو الخرائط التي تعلق على الصبورة تلك الخرائط فهي تقوم بعملية نمذجة عملية النمذجة تساعد العقل الإنساني على الفهم لأن الإنسان من طبعه سبحان الله خلقنا الله بهذا الشكل هو أن العقل البشري يفهم أكثر بالمثال بالنموذج والوسائل التعليمية تنمذج الأفكار والمعلومات فهي تيسر لنا إذن عملية التعلم كذلك أخيرا الوسائل التعليمية تدخل المتعة وتكسر روتينية الدروس وتحل مشكلة النفور المدرسي الذي هو سبب رئيسي لعملية الهدر المدرسي أو التسرب المدرسي إذن الوسائل التعليمية مهمة ومهمة جدا اشتركوا في القناة